من القاهرة ينضم إلينا اللواء محمد عبد الواحد الخبير في أشؤون الإفريقية والأمن القومي ستلواء ما أهمية هذه الزيارة؟ الحقيقة هذه الزيارة بتعبر عن حرص الحكومة الانتقالية السودانية لتفعيل مهامها في مجالها الحيوي خاصة الإقليمي وتعزيز علاقتها الخارجية مع دول النطاق الإقليمي وعلى رأسهم طبعا مصر لما تتمتع به من مكانة دولية وعربية وإفريقية هذه الزيارة بتأتي لتحقيق مصالح سودانية هي في أشد الحاجة إليها خاصة مصالح اقتصادية وتجارية وسياسية هناك العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم توقعها بين البلدين خلال الفترة السابقة الزيارة بتأتي لتفعيل هذه الاتفاقيات مرة أخرى في أكتوبر 2016 تم عقد الدورة الأولى من اللجنة السونية المشتركة وتم في هذه الجلسة إعلاء اللجنة السونية المشتركة على مستوى الرئاسة فيصبح رئيس كلا الدولتين وهما رئيس اللجنة السونية المشتركة وتم التوقيع على مذكر التفاهم شراقة استراتيجية بين البلدين تم تشكيل اللجنة الربعية ودي بتمثل وزيرة خارجية كلا البلدين ورئيس المخابرات العامة في كلا البلدين لبحث الملفات المتعلقة أو الهامة سواء الإقليمية أو الدولية أو ذات الاهتمام المشترك هناك أيضا لجنة كونسولية هناك أيضا مشاريع كثيرة مثل مشروع الربط القهربائي وأتخيل أني هتبقى محور الزيارة هذه المرة حول هذا المشروع مشروع الربط القهربائي أن مصر تمد السودان بالقهرباء 300 ميجا واط خلال مرحلة أولى ثم 600 ميجا واط في مرحلة ثانية إلى أن تصل إلى 3000 ميجا واط السودان في حالة شديدة لاحتياجها للطاقة لتشجيع المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض وفتح المصانع مرة أخرى بعد الحياة فترة ركود دامت منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن الحكومة السودانية حريصة للغاية على اكتياز هذه التحديات والتحدي الأول بالنسبة لها هي عملية المصلحة مع كافة القوى المسلحة وده الحمد لله تم الإسبوع الماضي عندما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى جنوب السودان وتم التوقيع على اتفاق إطاري بين القوى الثورية وبين الحكومة الانتقالية وإن شاء الله يدخل حيز التنفيذ حتى يتم تنفيذ إسكاة البنادي أو وقف العمليات المسلحة واتفاق السلام خلال ستة أشهر كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هل ملف النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان هل سيختلف موقف السودان خلال المرحلة القادمة؟ أتخيل طبعا إحنا في مرحلة جديدة النهاردة هذه الزيارة هي فتح صفحة جديدة في إطار علاقات الحكومة الانتقالية حلوق حكومة متفتحة للغاية معظمهم كوادر جيدة للغاية نفق فيهم هما يسكوا تماما في القيادة المصرية أتخيل أن ملف سد النهضة هيبقى فيه تشاور على أعلى درجاته ما بين القيادة السودانية والقيادة المصرية وفود مشتركة خاصة بهذا المجال أعتقد سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة هنشهد لقاءات سنائية في هذا المجال لترتيب الأوراق مرة أخرى والتباحث في الاستفادة المشتركة للدول الثلاثة سواء السوبيا ومصر والسودان اللواء محمد عبدالواحد الخبير في الشؤون الإفريقية والأمن القومي كنت معنا من القاهرة شكرا لك